تقرير سنوي للتنبؤات الزراعية لمنظمة الأغذية والزراع الفاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعتين للأمم المتحدة يطلق تحذيرات بخصوص التهديد الكبير والوشيك الذي تشكله المياه والنزاعات في منطقتين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لافتا إلى أن السياسات المائية لحكومات المنطقة بحاجة إلى نظرة شمولية أكثر عمقا واستدامة لمواجهة الأن الغذائي في المستقبل التقرير السنوي للتنبؤات خلال الأعوام من 2018 حتى 2027 أشار إلى أنه على الرغم من توقعات زيادة الانتاج الزراعي والسمكي في المنطقة بنسبة 1.5% إلا أن المنطقة مقبلة على تحديات قلة الأراضي وموارد المياه ناهيك عن التأثيرات السلبية المتعلقة بالتقلبات المناخية وعليه فأن الاهتمام سيكون منصبا بشكل أساسي على الاستيرات التقرير لفت إلى أن قلة الموارد المائية ليست هي المشكلة فحسب وإنما أيضا لاستخدام غير المستدام للمياه السطحية وجوفية الأمر الذي قد يؤدي إلى استنفاذ الطبقات المائية التي تعتمد عليها منطقة الشرق الأوسط وأضاف التقرير بأن المردود المادي من زراعة القمح والأرز اللتان تستهلكان كمية كبيرة من المياه محدودة جدا مقارنة بالأرباح الكبيرة التي يتم تحصيلها من زراعة الفاكهة والخضر منظمة الفاو والتعاون الاقتصادي دعتا في نهاية تقريرهما دول المنطقة إلى إعادة حساباتها بالابتعاد عن زراعة الحبوب التي تستهلك الكثير من المياه ودعم التنمية الريفية وزراعة منتجات أكثر قيمة وأقل حاجة للمياه خلال السنوات المقبلة وصولا إلى الاكتفاء الغذائي اشتركوا في القناة